موسيقى من أنه نهار عطلة رسمية وحيترأسه هو ويضم رؤسة كل الأحزاب المثلة بمجلس النواب ورؤسة الكتل النيابية أو ممثليون وخبراء اقتصاديين وماليين وسبب هالحضور الواسع هو لضمان يكون فيه إجماع واسع على هالقرارات وما حدا يعرقلها بعدين إن كان بموازنة 2020 أو بقرارات بمجلس النواب أو الوزراء فرئيس عون اعتبر الاجتماع مهم كتير وممكن يكون انطلاقة لخطة اقتصادية شاملة إنقاذية بتحط الكل قدام مسؤوليته وبحسب المعلومات المبدئية حيأكد الاجتماع على إنعقد قبله ببعبدة بتسعى قبل حالة مع جملة خطوات إصلاحية تانية أهمة إقرار موازنة 2020 بمواعيدة دستورية والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 والإجراءات لمقررة فيها وتوصيات لجنة المال ووضع خطة تفصيلية للمباشرة بإطلاق المشاريع الاستثمارية لمقررة بمجلس النواب واللي بتبلغ 3.3 مليارات دولار بعد إكرار أنون تأمين الاستملاكات إلى مع مشاريع سادر الالتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء بمرحلها المختلفة بشراكة بين القطاعين العام والخاص البدء بالتنقيب عن النفط والغاز إكرار أوانين إصلاحية ومن المناقصات العامة والتهرب الضريبة والجمركة لإجراءات الضريبية والتنسيق مع لجنة تحديث لقوانين بالمجلس النيابي تفعيل عمل الليجان الوزارية وخاصة بما بيتعلق بإنجاز إعادة هيكلة الدولة والتوصيف الوظيفة استكمال خطوات الإصلاح القضائي وتعزيز عمل التفتيش المركزي وأجهزة الرقابة وتشدد بضبط الهدر والفساد والإسرع بإنجاز المعاملات ضمان سبات سعر صرف الليرة والإستقرار الاقتماني إعادة النظر بالمؤسسات غير المجدية والغاقة تحسين القدرة على خدمة الدين العام الأخذ بتوصيات وكالات التصنيف الاقتماني والمؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي منقش التقرير ماكنزي اللي حكي عن كيفية تحويل الاقتصاد اللبناني لاقتصاد منتج إلا أنه الرئيس عون قال مبارح أنه ممكن نشهد تدابير صعبة بس ضرورية وتابع المريض ممكن ما يعجبه طعم الدواء بس لازم ياخده ليشفى ومن هون قالت مصادر اقتصادية متابعة للاجتماعات التحضيرية لاجتماع التنين أنه في ضرائب الرسوم ممكن تستحدث نتيجة الاجتماع ومنها اعتماد ضريبة تصعودية يمكن توصل لـ 15% على بعض المواد الكمالية وضع سقف أدنى وسقف أعلى لسعر صفيحة البنزين بدل من فرض رسم الـ 5000 ليرا على الصفيحة اللي نحكى عنها قبل وهالشي بيعني أنه أي انخفاض بسعر البنزين بيعتبر رسم بروح للدولة وبيتحدث سقف أعلى للبنزين ما بيدفع أكتر منه المواطن حتى لو ارتفع سعره زيادة بتعرفة الكهرباء زيادة جديدة على ضريبة الفوائد المصرفية والنظر بالأجور العالية بالوظائف العامة وامتيازاتها وبانتظار اللي حيصدر رسميا عن الاجتماع وقاديش ممكن تؤدي سلة الضرائب ورسوم الجديدة لأعتراض شعبي بتبقى العبرة دايما بتنفيذها الخطوات الإصلاحية ومضيع مرة جديدة بين الحسابات السياسية والصراعات على صلاحيات لا تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك